اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وازا عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو ونبدأ مع بعض النهاردة هناخد حاجة اسمها نظريات تعريف الاحماد والقواعد هندرس مع بعض يا جماعة تلت نظريات هنبدأ النهاردة كده نتعرف عليهم واحدة واحدة ايه التلات نظريات دول اللي هنتكلم عليهم في عندي نظرية بتعرف الحمد والقواعد اسمها نظرية ارهينيوس وفي عندي نظرية تانية بتاعت اتنين علماء اسمها نظرية برونشتاد ولوري يبقى دي كده نظرية واحد اسمه برونشتاد ولوري وفي عندنا نظرية بتاعت واحد اسمه لويس نظرية لويس يبقى ارهينيوس برونشتاد لوري ولويس دول التلات نظرات اللي هنتكلم فيهم مع بعد واحدة واحدة نبدأ كده اولا نظرية ارهينيوس ارهينيوس لاحز حاجة مهمة جدا لاحز هذا الرجل ان محاليل الاحماد ومحاليل القواعد يعني لما بدوبهم في مية بتوصل الطيار الكهربي بتوصل ايه الطيار الكهربي فعلى طول قال ايه بقى الرجل ده قال لابد وان هذه المواد اللي هي دابت في المية دي فاستنتج انها تتاين في الماء يعني عالفو قال كده ايه ان الاحماد والقواعد بتتاين في الماء ده بالنسبة الكلام هو طيب تعال انشوف كده امثلة على كلام ارهينيوس مثلا غاز كولوريد الهيدروجين اتشي سي ال غاز ده كده اسمه كولوريد الهيدروجين لو حطنا في الووتر المية يعني دوبنا في مية مررنا في مية حيديني اتش موجب محلول مائي كده اقوس زائد ايون الكولوريد السالب اللي هو برضه هيبقى اقوس ايه اللي حصل هنا اعطالك ايون الهيدروجين الموجب وايون الكولوريد السالب طيب ده كده مسال على حمد اللي هو حمد الهيدروجين الناتج من زوابان اتشي سي ال غاز في مية طب تعانجيب القعدة ايه من اشهر القواعد اللي احنا عارفنا اللي هي هيدروكسيد السوديوم لو خدناها مسلا سولد ودوبناها في الووتر المية حيتحول الى ايون موجب كده اقوس زائد سالب برضو محلول مية اقوس ايه ده يا شباب زي ما انت شايف كده اتقاين في المية وتفكك في المية الى ان ايه موجب وووتش سالب طب ايه علاقة الكلام ده بارهينيوس اه هنا بقى ارهينيوس قال ايه قال ان الحمد هو اللي يدوب في المية ويددي ايون هيدروجين موجب او اكتر والقعدة هي اللي لو دابت في المية تدي ايون الاو اتش السالب او اكتر من واحد يبقى هو ده حمد ارهينيوس وقعدة هنشوف عبعد كده ايه هو حمد ارهينيوس حسب الكلام اللي احنا قلناه زي ما احنا عارفين يا شباب احنا قلت ايه من شوية ان حمد ارهينيوس هو المادة التي تزوب في الماء وتعطي ايون او اكتر من ايونات الهايدروجين اللي هي اتش ايه اتش موجب يبقى معنى كده ان ده حمد ايه ارهينيوس طيب ولازم حمد ارهينيوس يكون في مصدر للهايدروجين يعني مسلا عندك الاتش سي ال ده حمد ارهينيوس الاتش ان او سري حمد ارهينيوس الاتش تو اس او فور هيبقى حمد ارهينيوس ليه ده حمد ارهينيوس كل دول عشان عنده مصدر للاتش اهو بص عنده مصدر للاتش يعني ما يكن نقول مثلا حمض الفوسفوريك نفس الكلام. يبقى حمض ارهنيوس لابده ان يحتوى على مصدر للهيدروجين عشان هو بيقول لك هو اللي بيدي هيدروجين فلابد ان يكون عنده. وطبعا حمض ارهنيوس بيزود ايونات الهيدروجين في المحليل. زي ما احنا عملنا فيه تقاين اللي لسه عاملينه من شوية بتاع الهي سي ال. طيب تعانيشوف كده قاعدة ارهنيوس. ادي قاعدة ارهنيوس. من وجهة نظر ارهنيوس هي ان القاعدة دي المادة اللي تزوب التي تزوب في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد. اللي هي او اتش اي سالب. طبعا بتدي ايون او اكتر. معنى كده ان القاعدة بتاعت ارهنيوس لابد ان يكون فيها ال او اتش. مسلا الكي او اتش. يبقى دي قاعدة ارهنيوس. ال ا 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 هي المادة التي تعطي ايونات الهايدروكسيد السالبة في المحليل المائية. تعالوا تشوف كده تفسير نظرية ارهينيوس لتفاعل التعادل. هو تفاعل التعادل اساسا هو عبارة عن تفاعل ايه يا جماعة? برافو انا سمع الناس بتقول حمد مع قاعدة. يبقى تفاعل التعادل هو عبارة عن تفاعل حمد مع قاعدة. طب يديني ايه الكلام ده? يديني ملح زائد مية. طب حلوة اوي. لو احنا خدنا مثال مسلا اله سي ال لو خدناه في محلول مائي كده ده حمد الهيدروكولوريك. مع الان اي او اتش اللي هي برضو محلول مائي هيدروكسيد السوديوم. حيديني كلوريد السوديوم اللي هو محلول مائي كده زائد المية اللي هي هتبقى ليكود. طب كلام جميل. انا ممكن اكتب المعادلة دي بشكل تاني زي ما اخدنا في المعادلة الايونية. ان انا عندي الادل اتش موجب هيتقين ده الاتش موجب اكوس زائد سي ال سالب اللي هو الكولوريد محلول مائي كده زائد السوديوم هيبقى ان اي موجب برضو محلول مائي زائد ال او اتش سالب انا بقاين كله. هيديني ان اي موجب اللي هو اكوس زائد سي ال سالب اكوس زائد اتش تو او ما جيش جنبها دي ليكود مش هتتقين. هضيع الايونات اللي هي في التفاعل من هنا خرجت هنا تاني زي ما هي ما تغيرتش. فلو ضيعت الكولور مع الكولور زي ما عملنا في المعادلة الايونية شباب لو تفتكروا. لو ضيعت السوديوم مع السوديوم. ايه اللي هيتفضل هنا? اللي هيتفضل هنا زي ما انت شايف. الاتش موجب اللي هو محلول مائي. مع او ليكود بالمنزر دوت. يبقى كده اقدر اقول ان دي معادلة التفاعل اللي بين الحمض والقعدة بالنسبة لنظرية ارهنيوس اللي بتعبر عن تفاعل التعادل. يعني بنقول اتش موجب مع او اتش سالب بيدينا اتش تو او اللي هو اللي هو الليكود. تعالوا كده ناخد مثال نعبر بيه عن الشجل اللي اتكلمنا عنه بيقول لي كده اي هذه المواد حمض ارهنيوس او بنقول مسلا ايه قاعدة يعني بيقول لك اختار يعني بيقول لك مين فيهم حمض ومين فيهم قاعدة. الاتش ان او سري ولا الام جي او اتش الكل اتنين. ده هيكون وده هيكون طبعا الناس كلها من غير ما احنا هنجاوب الناس ما شاء الله فهمة الدارس. فهيقول لك بقى الاتش ان او سري ده حمض مين ارهنيوس. طب ليه يا جماعة الاتش ان او سري دوت اللي هو الليكود حمض ارهنيوس لانه هيتحول الى اتش موجب بالمنظر ده زائد ان او سري سالب بالمنظر دوت. طبعا ده هيبوا كلهم في ايه مهيئة محلول مائي. بدم اعطاني ايون موجب اللي هو البروتون الموجب يبقى معنا كده. بدم بيدي الاتش موجب يبقى معنا كده ان دوت بنول عليه ايه? حمض ارهنيوس. طيب بالنسبة للقاعدة القاعدة ما هي قدامك اهيه? الام جي او اتش الكل اتنين السولد ده لو راح على الوطر كده هيتحول الى ام جي موجب اتنين زائد اتنين او اتش سالب بالمنظر دوت وده هيكون اقوص وده هيكون اقوص. اه ايه الايونات اللي قدامك دي? ايونات الهايدروكسيد السالبة. يبقى على طول دي قاعدة ايه? بنقول كده ان دي قاعدة ارهنيوس. لانها بتدي الاو اتش سالب. وحمض ارهنيوس بيدي الايه? الاتش موجب. وبكده نكون خلصنا مع بعض النهاردة نظرية ارهنيوس لتعريف الحمض والقاعدة. وانتظرونا في باقي الحلقات ان شاء الله. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتوا تكونوا فهمتوا درسنا النهاردة. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.